موسيقى أقدم لكم اليوم كتابي الذي نشر في باب الحكمة في منشورات باب الحكمة بعنوان كناش عن رحلة السلطان الحسن الأول إلى سوس عامي 1299 1303 هجرية موافق ل1882 1886 ميلادية وهو لمؤلف يسمى المهندس الميقاتي أحمد بن شدلي البخاري هذا المؤلف كان مجهولا والكناش لم يكن يحمل اسم مؤلفه ولكن بعد القيام بمجموعة من العمليات التحقيقية والرجوع إلى المصادر التاريخية التي أرخت لهذه الفترة تمكننا من نسبة هذا الكناش إلى مؤلفه وإلى جامعه المهندس أحمد بن شدلي البخاري هذا الكناش كما يبدو من خلال عنوانه يعالج موضوع الحركتين الحسنيتين إلى منطقة سوس وموضوع الحركات الحسنية هو موضوع استأثر باهتمام الباحثين المغاربة والأجانب على حد سواء وكتب عنه الشيء الكثير خاصة أن عهد السلطة الحسن الأول تميز بمجموعة من الحركات بلغ عددها 19 حركة حركة شملت مختلف أنحاء المغرب وحركتين سوس لهم أهمية كبيرة وأهمية قصوى تتجلى في كون هاتين الحركتين كان الهدف من ورائهما والمقصد من ورائهما هو مجابهة المحاولات الأوروبية التي كانت تسعى إلى السيطرة على المنطقة وبسط نفودها على المنطقة مستغلة بعدها الجغرافي عن السلطة المركزية فكانت تدعي بأن هذه المنطقة خارجة عن سلطة السلطان إذن فجاءت هاتين الحركتين في هذا السياق التاريخي السياق التصدي للتحرشات والتصربات الأوروبية التي استهدفت منطقة سوس والسحراء المغربية خلال القرن التاسع عشر وبالتحديد أواخر القرن التاسع عشر فهذا الكناش يعتبر من الأصول التاريخية ومن المصادر التاريخية الغميثة يعني التي ظلت حبيثة رفوف المكتبات النسخة الفريدة منه كانت توجد في الخزانة الوطنية بالرباط وتعلمون بأن الكناشات يعني هو صنف من التآليف يعني التي اشتهر بها المغاربة كما المشارقة وتتميز يعني بخطها الصعب يعني على القراءة وهو الخط الزمامي أو الخط السريع المدمج مما يعني يجعل الكثير من الباحثين لا يعودون إلى هذا الصنف يعني من المصادر علما أنه يختزن معلومات تاريخية مهمة جدا فهذا الكناش تضمن أو جمع فيه مؤلفه كل ما يتعلق بحركة سوس الأولى سنة 1299-1882 وحركة سوس الثانية سنة 1303-1886 يعني ضمنه بطائق تقنية لوصف الطرق والمسالك بين مدينة مراكش ومدينة قولنيم يعني المصار الذي سلكته المحال السلطانية أو الحركة السلطانية ضمنه أيضا إحصاء وجرد للقبائل السوسية وفرقها يعني خلال النص الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تضمن أيضا هذا الكناش معلومات عسكرية تتعلق بالعداء والعتاد التي رافقت المحال السلطانية خلال هذه الحركتين أيضا هذا الكناش يعطينا المفهوم الحقيقي للحركة السلطانية الذي يعني كثيرا ما حاولت الاستغرافية الأوروبية والأجنبية أن ترسخ مفهوما مغايرا لهذا المفهوم الحقيقي وهو أن الحركة حملة عسكرية تأديبية تستهدف استخلاص الضرائب فالكناش يعطينا مفهوما آخر للحركة السلطانية التي تتمثل في ممارسة مخزنية إصلاحية هدفها يعني إصلاح الأوضاع الإدارية والاقتصادية في المناطق التي قام السلطان بزيارتها وبالصفر إليها فهذه الحركتين يعني أنجز السلطان الحسن الأول خلالهما يعني عدة إنجازات إصلاحية أهمها يعني فتح مرصة بقبيلة أيت بعمران مرصة أساكا ومرصة أركسيس لتسهيل التبادل التجاري بين القبيلة وبين يعني الدول الأوروبية حتى يعني يكون هذا التبادل التجاري مراقب من طرف يعني المخزن المغربي أيضا تم إصلاح يعني الأوضاع الإدارية في هذه المنطقة حيث تضمن الكناش مجموعة من الرسائل والظهائر السلطانية التي تتعلق بتعيين يعني القواد والعمال وشيوخ القبائل ويعني نستشف من خلال تلك الظهائر السلطانية أن الإدارة المركزية المخزنية كانت تعتمد بشكل أساسي على العرف القبالي يعني في إثناد هذه المناصب إلى الأشخاص الذين تختارهم القبائل يعني بنفسها إذن هذا الكناش كما قلت يعد وثيقة تاريخية مهمة جدا يعني تبرز الروابط المتينة بين سوس والصحراء والسلطة المركزية المغربية يعني خلال هذه الفترة الحارجة من تاريخ المغرب وهي الفترة التي شهدت مجموعة من المحاولات الأوروبية لاختراق المغرب والتوغل فيه بهدف السيطرة عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر